تعاني المنطقة المهمشة حقيقة بفعل إجراءات الاحتلال من سوء الاتصالات لكن على العموم تستمر حتى هذه اللحظة زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وعدد من بعثات الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثل الاتحاد سيفن يونغ هنا في الأغوار الشمالية للاطلاع على المنطقة التي تعرضت إلى تدمير كلي بفعل ما ارتكبته جرافات الاحتلال الإسرائيلي حمصة الفوق واحدة من سبعة وثلاثين تجمعا بدويا هنا في الأغوار هناك حملة شرسة لمحاولة اجتثاث هذه التجمعات الآن نحن في الشتاء منخفض وحالة جوية أيضا هي الأخرى الآن في الطريق إلى المنطقة رياح عاتية ظروف مأساوية سكان ينامون في العراء سوى فقط خيمتان تمكن النشطاء من إعادة البناء لهم ولكن هناك تخوفات من قدوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من زيارة دولة رئيس الوزراء والاتحاد الأوروبي إلى المنطقة إلا أن هناك تخوفات من عملية اقتحام خلال ساعات الليل للتجمع البدوي وهدم ما تبقى من الخيام التي تم إعادتها جيش الاحتلال فقط خلال ثمانية وأربعين ساعة هدم التجمع ثلاث مرات اليوم رئيس الوزراء أعطى التعليمات لكافة جهات الاختصاص وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وكافة الموارد لإعادة بناء حمصة الفوقة كما أيضا البقية التجمعات البدوية أيضا طالب ممثل الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك لكافة الأطراف الدولية لمحاولة وقف الهجمة الشرسة وعمليات الهدم هنا في التجمعات البدوية لأنها تجلب الكثير من المعاناة فيما يتعلق والسكان كانت هناك زيارة سابقة بالتأكيد للاتحاد الأوروبي وأكد على موقفه بضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية وكذلك أيضا وقف عمليات الهدم هنا في التجمعات البدوية وتحديدا هنا في تجمع حمصة الفوقة الذي يعاني الأمرين في نكبة الجديدة جيش الاحتلال يريد تهجيرهم إلى المناطق الشرقية في نابلس واليوم في ظل هذه الأجواء والانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات العسكرية إلا أنهم بقوا ثابتين كل مرة هناك عملية هدم يقابلها في المحور الآخر عملية بناء فلسطينية شكرا جزيلا لك من الأغوار الشمالية مرسل الغد خالد بديل شكرا جزيلا خالد